اليوم الحقيقة اليوم كان مليء بكثير من النشاطات الكثيرة الموجودة في مؤتمر المناخ والجلسات اللي كانت موجودة تبعناها منذ الصباح وايضا السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية فجر اليوم كعادتي احنا عارفين انه السيد الرئيس بيصحى بادري جدا ومنتهى النشاط والرياضة هذه الجولة التفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ تفقت خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة واللي بتشهد العديد من الفعليات والانشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ كمان التقى سيد الرئيس بمجموعة من الشباب والاجانب المشاركين في القمة خلال جولته بالدراجة التقى سيد الرئيس بسيدة سويدية ناشطة في مجال المناخ والتي حضرت خصيصا من السويد وقطعت مسافة 7000 كم بواسطة الدراجة الكهربائية في رحلة استمرت أربع شهور للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ طبعا يعني هذه الأفكار اللي انتم بتشوفوها وطبعا الرئيس بيحيي كل هذه الأفكار وزي ما انتم شايفين هذه الجولة التفقدية شايفين الرئيس بيتفقد مع الشباب وهو يهتم جدا بالشباب ما يقدمونه المبادرات الخاصة بيهم تشجيعهم كمان حتى الجولة والمراثون اللي قام بيه سيد الرئيس هو دايما الشباب بيسألوا عنه عايزة أقولكم الشباب دايما يقولوا إمتى الرئيس حيخدنا في هذه الجولة وهذا المراثون طبعا الرئيس بهذه الروح الرياضية قاد الشباب في شرم الشيخ في منظر بديع منظر ينم عن الحضارة الرياضة والثقة وإنه مصر مكملة ومعاها الشباب